السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما لم يولد مصطلح جدلاً في العالم الإسلامي في السنين الأخيرة مثل ما فعل مصطلح تطبيق الشريعة الإسلامية فعلى حواف هذا المصطلح نصبت مناظرات وتولدت معارك فكرية ونشأت خصومات بل في أحيان نشبت معارك السلاح فأريقت الدماء واقع يدفع إلى المقدمة بالسؤال عن مفهوم تطبيق الشريعة متى ظهر في أدبيات المسلمين وما الأسباب والظروف التي استدعته هل تطبيق الشريعة فرض على المسلمين في كل زمان ومكان أم أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد تقيد هذا التطبيق مشاهدين الفاضلين أنتم مدعوون إلى مشاهدة حلقة جديدة من برنامج مقاصد تدور في رحاب مفهوم تطبيق الشريعة أهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء المتجدد يسعدني كثيراً الترحيب بضيف حلقة اليوم الدكتور أحمد الرئيسوني أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة ورئيس مركز المقاصد للبحوث والدراسات في الرباط أهلاً وسهلاً بكم دكتور ضيفاً عزيزاً على مقاصد مرحباً شكراً لكم على هذه الاستضافة أهلاً وسهلاً أهلاً بكم دكتور الشريعة مصطلح واسع كبير فياض بالمعاني لو يمكن أن تقدم تعريفاً محدداً طابطاً جامعاً هل تزيل أي لبس عند المستملي مفهوم الشريعة تحديداً؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ورد في القرآن ذكر الشريعة والشرعة الشرعة والشريعة فهما بمعنى واحد والشرعة والشريعة أصلها في اللغة لأن دائماً المعاني الشرعية ولو أنها تغير المضمون لكن تكون مرتبطة ومستندة إلى الأصل اللغوي فالشرعة هي الطريق والطريق الواسع ولذلك نقول إلى اليوم الشارع هذا شارع كذا وشارع كذا معناه الطريق المتسع الكبير فإذن الشريعة هي طريق مستقيم وطريق واسع وطريق لاحب ولكن من ناحية اصطلاحية الشريعة هي ما شرعه الله تعالى للعباد أي جميع الطرق والمسالك التي تعبر عنها الأوامر والنواهي التي وضعها الله تعالى لعباده فإما يأتينكم مني هدى فإذن هذا الهدى يعبر عنه بالشريعة هدى الله يعبر عنه بالشريعة التي شرعها الله تعالى للناس فكل ما شرعه الله تعالى في الأصل وفي المعنى القرآني وفي الاستعمال الأول للعلماء والسلف كل ما شرعه الله تعالى للعباد من معتقدات وآداب وتكاليف لأفرادهم لجموعهم فهي جزء من الشريعة وهي التي تمثل الشريعة لكن حدث حدث كما يحدث دائما أن أصبح للشريعة معنى أضيق اصطلاحي هذا مثل الفقه الفقه في الاصطلاح القرآني هو فهم الدين كله بما في ذلك عقائده وآدابه وأخلاقه لكن فيما بعد ضاقم مصطلح الفقه حتى صار لقباً أو اسماً على جانب معين من الدين ومن علوم الدين فكذلك في الشريعة وإن كان هذا المعنى أيضاً موجود حتى في القرآن لأن حين يقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً هذا يعني الأحكام العملية لأن هي التي تختلف باختلاف الأمم فإذا اتجه الاستعمال استعمال لفظ الشريعة ومصطلح الشريعة هذا الاتجاه وهو الأمور التشريعية العملية أي التكاليف العملية ولكن حتى إلى هذا الحد الذي ظل عليه المسلمون إلى هذا العصر فالتكاليف تدخل فيها العبادات والآداب والأخلاق والمستحبات وجميع الأمور العملية التي يمارسها الإنسان بجوارحه من معاملات وعادات وعبادات وآداب وأخلاق هذه كلها تدخل في مسمى الشريعة حتى حين اتجه الاستعمال إلى الجانب العملي لكي يخرج منه الجانب العقادي فإذا هل ما كنت أريد أن أسألك عنه ما موقع العقايد هنا في الشريعة لا في الأصل العقيدة تدخل في الشريعة وعندنا كتاب شهير لأبي بكر الآجري سماه الشريعة ومعظمه يتحدث في العقيدة فمما يدل على الاستعمال الأصلي ظل موجوداً هو أن العقيدة داخل في الشريعة لكن الاستعمال الصلاح الذي كنت أتحدث عنه اقتصر على الأمور العملية لكن الأمور العملية ليس كما يفهم اليوم هي أمور المعاملات أو الأحكام الجنائية أو ما إلى ذلك بل الإنسان في آداب طعامه وآداب شرابه وكيف يدخل بيته وكيف ينام وكيف يتعامل مع أهله في بيته وفي غرفة نومه وكيف يصلي وكيف يذكر الله هذه كلها شريعة كلها شريعة سواء أن تعلق الأرض بالعبادات أو بالمعاملات أو العادات أو الآداب هذه كلها شريعة لكن أيضاً في هذا العصر وقع تضييق جديد وهو تضييق في الحقيقة غير صحيح لا أصل له وهو قصر أحكام الشريعة على ما يقابل القوانين الوضعية التي تتعامل بها الدول فصارت الشريعة تقريباً ترادف ما سمي في تعبير انتقالي بالتشريع الإسلامي فصار المعاصرون من فقهاء وقانونيين ومفكرين يضعون تشريع الإسلامي مقابل التشريع الوضعي طاهر بن عاشور من أبرز من تحدث عن هذا بن عاشور أيضاً ذهبها وكان هو عبر قال في كتابي هذا أعني بالشريعة الشرائع العامة للناس ولا أدخل فيها الشرائع الديانية التي يفعلها الإنسان تديناً وإنما التي يفعلها انتظاماً في مجتمعه وانتظاماً مع دولته وسلطته القائمة هذا تضييق وازداد الأمر تضييقاً حتى صار البعض إذا ذكر تطبيق الشريعة انصرفت أدهانهم إلى الحدود وإلى الجانب الجنائي هذا التضييق كله له أسبابه وله سياقاته يمكن إذا لدينا الأمر نوضحها نعم في انطلاقاً من هذا التعريف الذي توسعت فيه للشريعة ما الذي يقصد عندما يتحدث المفكرون والعلماء المسلمون وحتى العسكريون في الأحزاب والفصائل الإسلامية في امتداد العالم الإسلامي عندما يتحدثون عن تطبيق الشريعة ما الذي ينبغي أن يفهم من هذا المصطلح اليوم في هذا العصر نعم يعني قرن أو أكثر من قرن قليلاً يعني وقع أو بدأ شيئاً فشيئاً يقع تحول في العالم الإسلامي وفي مرجعيته الشريعية أحياناً بدأ به بعض حكام المسلمين بأنفسهم وأحياناً وفي الغالب قامت بهذا التحول الدول المستعمرة الدول التي احتلت العالم الإسلامي فرنسا في شمال أفريقيا مثلاً ومصر وسوريا والشام وبريطانيا في أكثر من ذلك وهولندا وإيطاليا في ليبيا هذه الدول كان من أعمالها استراتيجية أن تحدث تحولاً يبتعد عن الشريعة الإسلامية ليدخل هذه المجتمعات في النظم الغربية والمقصود لم يكن هو النظم الغربية وإنما إبعاد المسلمين ما أمكن عن دينهم لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الإسلام هو الذي هاجمهم ذات يوم في شمال البحر الأبيض المتوسط هو الذي كان يقيم دولته في الأندلس هو الذي كان يقيم حكمه في سقلية إلى آخره فإذاً يعتقدون أن هذا الإسلام خطر وهو مكمن القوة عند المسلمين لا بد من فك الارتباط بين المسلمين والإسلام فإن لم يكن بين المسلمين والإسلام عموماً فليكن بين الإسلام ودوله وحكامه فبدأت بمختلف الأساليب والاحتيالات تغيير القوانين شيئاً فشيئاً وطبعاً كان أول ما تم تغييره من قوانين هو القوانين الجنائية الأحكام الجنائية هكذا في معظم الدول أو في كلها أول ما تغيير قوانين الجنائية فهذا التغيير أحدث أعتقاداً صحيحاً بطبيعة الحال عند المسلمين أن الشريعة بدأت عطيلها وإماتتها شيئاً فشيئاً وهذه العملية استمرت في قرن من الزمن في أقل واستمرت حتى بعد خروج المستعمر وكأنها أو ربما بدون كأنه كان هذا شرطاً في استقلال بعض الدول أنه لا تغيير النظام الشريعي الذي وضعناه هذا عندنا على الأقل في شمال أفريقيا كان واضحاً الملتزم بها فإذا حدث الانطباع عند المسلمين أن الشريعة عطلت عند المسلمين أقصد العلماء والفئة الواعية معامة المسلمين قليل الاهتمام كما تعلم الناس مهتمون بلقمة العيش وبمشاكلهم وإلى آخر لكن المتدينون وأهل العلم وأهل الدعوة عرفوا ولاحظوا واستقر هذا الأمر خاصة عند العلماء أن الشريعة تمت تنحيتها شيئاً فشيئاً من دواليب الدولة ومن قوانينها فلذلك جاء الشعار المقابل هو إعادة تطبيق الشريعة عند الاستقلال كان الدعاة والعلماء وكثير من الوطنيين والمقاومين يعتبرون أن مجيء الاستقلال معناه عودة الشريعة معناه تطبيق الشريعة وعندنا في المغرب ألف علال الفاسي وهو كبير علماء المغرب في هذا العصر كتابه دفاع عن الشريعة وذكر فيه كيف تدخلت فرنسا لمنع إعمال قانون الأموال أي القانون التجاري والقانون المالي أوقفته فرنسا هكذا ينص في كتابه إذن كان ينتظر عند الاستقلال أن يعاد تطبيق الشريعة وأمر الملك الأسبق محمد الخامس بتشكيل لجنة لتقنين الفقه الإسلامي بكامله هو نفسه كان هكذا يعتقد ولكن تدخلت فرنسا فأجازت تطبيق ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية وأوقفت الباقي أوقفت مسيرة الباقي هذا حصل مثله بشكل أو بآخر في معظم الدول الإسلامية فإذن حصل انطباع وهو انطباع صحيح أن تطبيق الشريعة تم تعطيله أين الخلال والخطأ؟ الخلال والخطأ هو أن هذه العبارة فهيمة منها أن الشريعة بكاملها قد عطلت هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور عندما يجري الحديث عن تطبيق الشريعة ما هي الشريعة التي يريد الله سبحانه وتعالى من المسلمين تطبيقها في واقعهم؟ هل هي القوانين الجزائية؟ هل هي الحدود والقضاء مثلا؟ أم أنها الأخلاق؟ أم المعاملات؟ أم الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالحلال والحرام بين الناس؟ ما هي الشريعة التي ينبغي أن تطبق؟ لا الشريعة التي ينبغي أن تطبق هي الشريعة التي أنزلت كل ما أنزل فقد أنزل للتطبيق لكن أين المشكل؟ هو حين نتحدث عن تعطيل الشريعة تعطيل الشريعة الذي يقابله شعار تطبيق الشريعة انصرفت الأدهان بحكم السيق التاريخي الذي كنت أشرحه تنصرف الأدهان إلى أن تعطيل الشريعة هو عدم إقامة العقوبات والحدود تطبيق الشريعة هو إعادتها هذا جزء من الشريعة هذا جزء من الشريعة وإلا الشريعة تبدأ بالوضوء وبالصلاة وبالآداب وبالمعاملات في بيت الزوجية وبتربية الأولاد وبعلاقتك مع الجيران وبتصرفك في أموالك بمعنى أنا أقول دائماً هذا حتى مع الطلبة وفي كل مناسبة الشريعة ظلت وإلى الآن مطبقة بنسبة كبيرة وحتى على مستوى الدولة لم تغب بصفة كاملة إذن تعطيل الشريعة وقع جزئياً يعني كيف دكتور يعني الآن حتى الآن تفضلت وقلت بأن الشريعة ما زالت مطبقة حتى الآن بنسبة كبيرة يعني يعني ما هي مظاهر هذا التطبيق الآن لا التطبيق أقصد درجة الأولى التطبيق الشعبي التدين المجتمعي والفرضي هذا التطبيق للشريعة هل أي تدين يعني تطبيق الشريعة حتى لو كانوا تديوناً خاطئاً لا خاطئاً أو ليس خاطئاً هذا موضوع آخر قد يكون خاطئاً في الباطن نحن نحكم على الظاهر الظاهر نعم الظاهر مثلاً الناس يقيمون الصلاة إذن هذا تطبيق شريعة الناس يهرعون إلى المساجد هذا تطبيق شريعة تكتض بهم المساجد يوم الجمعة الناس يصومون رمضان الناس يزكون بغض النظر عن الدولة هذا تطبيق شريعة الناس يقتصمون إرتهم أو موارتهم كما أنزل الله هذا تطبيق شريعة الجيران يتعاملون معهم فيما بينهم بآداب معينة يتزوج الناس بأحكام معينة وعلى سنة الله ورسوله هذا تطبيق شريعة التراحم والأخلاق بين الناس والتكافل هذا تطبيق شريعة فإذن تطبيق شريعة معناها الآن بالعبارة المستعملة اليوم هي التدين إذا كان التدين وفق الشريعة فهو تطبيق للشريعة فالمجتمعات التي تدينها مثلاً 80% وفق الشريعة هذا تطبيق شريعة بنسبة 80% ومجتمعات التدين فيها أقل يعني طبعاً المجتمعات سواء المجتمعات الإسلامية أقصد وعلى صعيد الأفراد أيضاً الفرض المتدين الملتزم قدر استطاعته بدينه هذا مطبق للشريعة تطبيقاً جيداً وتاماً إذن عندنا تطبيق شريعة على مستوى الأفراد على مستوى المجتمع والمعاملات وعلى مستوى الدولة أين وقع الخلل الكبير على مستوى الدولة ومع ذلك على مستوى الدولة ليس مئة بالمئة فإذن عندنا الآن في معظم الدول الإسلامية ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية هذا مطابق مطابق بنسبة كبيرة ومستمد من الشريعة ومن الفقه الإسلامي وكثير من المعاملات المالية وكثير من الأحكام المدنية يعني تطبيق الشريعة وحتى في القوانين الجنائية بعض الأمور ما زال أثر الشريعة فيها فإذن هناك تعطيل جزئي حين نقول تطبيق الشريعة يجب أن نفهمه فهماً صحيحاً هو غير فهم السائد فهم الصحيح أولاً إذا كان هناك تطبيق مشوه أو سيء سواء على مستوى الجمهور أو على مستوى الدولة يجب أن يصحح ولكن الذي يقصد أكثر هو ما هو معطل الآن مثلاً القوانين تعترف المعاملات الرباوية هذا خروج عن الشريعة يجب إعادة صياغة هذه الأمور ليكون حكم الربا محرماً وفي ضوئه نبني مصارفنا وشركاتنا ومعاملاتنا المالية هدف الجانب المدني أهم مخالفة اليوم موجودة في معظم الدول الإسلامية هي إباحة التعامل الرباوي والاعتراف به في المحاكم وفي القوانين ويبقى الجانب الجنائي إلى آخره وعلى كل حال دخلت شريعات عديدة مخالفة الشريعة في مختلف فروع القانون هذا الحديث يقودنا إلى السؤال بالتالي عن إذا ما كانت الشريعة ينبغي أن تكون إطاراً قانونياً للدولة بما يستلزمه ذلك من وجود قوة تنفيذية أريد أن أبحث هذا معك ولكن بعد الفاصل دكتور فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث اشتركوا في القناة وعيدنا الكرام في هذه الحالة من مطاورة التوار والذي ستحركوا فيها أسفل أسعدكم الله ومشاهدين الكرام ما زلنا وإياكم في الحديث عن مفهوم تطبيق الشريعة مع الدكتور أحمد الرئيسوني أستاذ أصول الفقه والمقاصد الشريعة معنا أهرم بكم مرحباً مرة أخرى دكتور يعني كنا قبل الفاصل تتحدث عن أن الشريعة ما زالت مطبقة بنسبة كبيرة الآن في واقع المسلمين هذا قد ينشأ بعض الالتباس عند المشاهدين هل الشريعة ينبغي بالضرورة أن تكون إطاراً قانونياً للدولة بمعنى أن القانون هو الشريعة والشريعة هي القانون أم أنه يجزئ المسلمين وينقذهم من الإثم أن يطبقوا هذه الأحكام الشريعة فيما بينهم تعاملاً فيما بينهم على صعيد الأفراد والمجتمعات والمعاملات فيما بين الناس إذا طبقوا ما يهم تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم فقد برئوا وأدوا الذي عليهم وطبقوا الشريعة وإن شاء الله نحن وإياهم جميعاً نلقى الله وهو أراضي عننا هذا يبقى على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهات الشريعية والجهات السياسية والجهات الحاكمة هذه أيضاً لها مسؤوليتها فطبعاً الشريعة في المجتمع الإسلامي تحكم الدولة ورئيس الدولة والمشرعين وتحكم حتى الفقهاء وتحكم عامة الناس كل يأخذ منها ما يخصه إن كانت الأمور الفردية لأن الحاكم مسؤول عن الدولة لكن في حياته الشخصية ماذا يفعل؟ هل يصلي؟ هل يزكي؟ هل يشرب خمرا؟ هل يتعامل؟ هو محاسب بصفته الفردية ومحاسب بمنصبه ومسؤوليته فإذن المسلمون من ليس لهم مسؤوليات يحاسبون على حياتهم وما يستطيعونه وما يطيقونه وما هو متاح لهم لأن ما هو متاح يختلف المسلم في فرنسا ليس هو المسلم في تركيا أو في العراق أو في الجزيرة العربية إلى آخره فإذا ما يستطيعه وما يمكنه يطبقه إذا طبقه فقط طبق الشريعة الدولة يلزمها فعلا أن تكون مرجعيتها العليا الشريعة لكن هنا يجب أن نفرق بين الشريعة والفقه والشريعة والقانون حين نتحدث الآن عن الشريعة نتحدث عن الأحكام المنصوصة والصريحة الاجتهادات تسمى فقها واليوم القوانين إذا كانت تلتفت إلى الشريعة وتراعي مرجعيتها قد تكون نوع من الفقه ولذلك الآن المدونات الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي هي فقه وهي قوانين في نفس الوقت ولكنها لا نقول أنها هي الشريعة لكن نقول مستمدة من الشريعة فإذا قوانين الدولة الإسلامية أي دولة إسلامية وأي دولة تقائمة على مجتمع مسلم يجب أن تكون مرجعيتها العليا هي الشريعة لكن في ظلها تجتهد أنت قلت يجب هل هذا الوجوب على من هذا الوجوب وقبل قليل يعني دكتور ذكرت ربما أسوق لك رأيا نقديا قلت بأن المسلمين أو مجموع المسلمين في الدولة إذا طبقوا فيما بينهم معاملات الشريعة فقد برئوا أمام الله وقلت الدولة شيء آخر الدولة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد ما واجب الأفراد في إلزام الحاكم على تطبيق الشريعة هنا طبعا الدولة لها عدة معاني الذي كنت أعنيه الدولة هي الأجهزة الحاكمة نعم السلطة لأن الدولة قد تعني الإقليم لا السلطة مقصول نعم الأجهزة الأجهزة الحاكمة فالدولة بمعنى الأجهزة الحاكمة هي غير الأفراد فطبعا الأفراد في ذواتهم في أشخاصهم في حياتهم الخاصة في تكاليفهم الخاصة يمكن أن يطبقوا الشريعة طبيقا كاملا أو عاليا لأن على كل حال كلكم خطاء فإذا لا نعتبر الخطاء هنا هذا شيء طبيعي لكن إذا كان غير الخطأ والإنسان في حياته حريص على أن يؤدي واجباته ويجنب محرماته ويفعل ما يستطيع من آداب هذا نقول عنه مطبق للشريعة في شخصه تطبيقا تاما جيدا ولا شيء عليه من هذه النحية لكن الأفراد من حيثهم أمة في دولة معينة واجبهم أن ينصروا تطبيق الشريعة ويطالبوا به ويستنكروا المنكر لأن تعطيل الشريعة منكر إلى هذا الحد وبعد ذلك يبقى الحاكم مسؤولا استجاب أو لم يستجب عطل أو طبق أساء أو أحسن هذا حسابه على الله نعم يعني هنا في هذه الفكرة ما زلنا إذا طبق المسلمون الشريعة فيما بينهم تعاملا وكانت القوانين القانون هنا قانون غير شرعي ثم تسلطة منافذ الشريعة ثم تسلطتان هنا لمن النفاذ لقوانين الشريعة المطبقة في التعاملات فيما بين الأفراد أم للقانون العلماني أو المنافي للشريعة قانون الدولة قانون السلطة لا القانون الذي تفرضه الدولة وتلزم الناس به هذا طبعا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخالفه وأن يطبق ما يرتضيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا كان يستطيع أن يقيم أحكامه وحياته مثلا مثلا بعض الدول ألغت الولاية في الزواج الولاية على المرأة وهو يستطيع أن يقيم ولايته على ابنته وهذه البنت بصفتها أيضا مكلف مسلم تقيم زواجها بالولي إذا خالفنا نحن قانون الدولة ولكن أيضا الدولة في هذه الأمور فإذا هنا يجب لا طاعة لمخلوقين في مصية الخالق نقيم زواجنا بالإشهاد نقيمه بالصداق نقيمه إلى آخر هناك دول ألغت الميرات وفق الشريعة الإسلامية لكن ما يمنع الأسرة أن تقتصم ميراتها الإخوة والأخوات وغيرهم من الورطة وفق الشريعة فيجب عليهم أن يلتزموا بالشريعة لكن الأمور التي تأتي الدولة وتفرضها فرضا مثلا الآن تأمين بعض أشكال تأمين ومنه التأمين على السيارة هذا مفروض ومعظم العلماء يحرمونه معظم لا أقول ليس إجماعا هذا اجتهاد هذا اجتهاد فقهي يعني الإنسان إذا التزم بما قاله الفقهاء فهو الأفضل لكن الدولة تلزمك لكي تكون عندك سيارة لا بد أن إلى آخره لكي تصرف لك راتبك لا بد أن تفتح حسابا مصرفيا وإلى آخره فإذا الناس يلتزمون ما أمكن بالشريعة وهي بدون شك مقدمة لكن الأمور التي فرضتها الدولة أو هي نظامها فيما بينها نظام المحاكم نظام القانون الجنائي لا يستشار فيه أحد يحكم به القاضي كما هو عنده في القانون فإذا لا دخلا للفرض في ذلك ولا أثر له لا أثر له من حيث الممارسة اليومية وإلا فالمسلمون مدعوون أن يعملوا دائما على صحيح أوضاعهم وصحيح أوضاع حكامهم وإذا لم أكن أنا الذي سأقيم الشريعة في العقوبات فأنا الذي أمر بذلك وأطالب به وأذكر به هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فالأمة دائما ينبغي أن تظل تطالب حكامها بأن يلتزموا الشريعة ويضعوها أولا ثم يجهدوا تحتسق فيها بعد ذلك تانيا نعم ما زلنا في إطار الحديث عن الدولة دكتور هل تطبيق الشريعة في إطار السلطة سلطة الدولة المسلمة بغض النظر عن إما كانت إسلامية أم علمانية لكنها دولة مسلمة وجود سلطة هل تطبيق الشريعة فرض على هذه الدولة في كل زمان ومكان أم أنه قضية تخطى عن الاجتهاد تبعا لظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا الأحكام المنصوصة والصريحة أو الاجتهادات المجمع عليها هذا واجب على جميع الناس سلطاناً وأميراً وملكاً ورئيساً وقاضياً ووالياً وشرطياً ومن لم يكن شيئاً من هذا فأيضاً هذه في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان يبقى يبقى أنه سواء في حق الدولة أو الأفراد هناك أشياء نعجيز عنها في سياق معين فالقاعدة الفقهية عند العلماء لا وجوب مع العجز لا وجوب مع العجز ولا تحريم مع الاضطرار شيء معذرة دكتور لكن هنا مفهوم العجز قد يكون مطاطاً سأسوق لك لا مطاط هذه قضية تطبيقية هذا ما أريد أن أسقه لجنابك يعني بعض الآن الإسلاميين يقول بأنه نحن ضد تطبيق الشريعة انطلاقاً من الشريعة من يقول هذا؟ يقول ثمة من الإسلاميين من الإسلاميين نعم من يقول أو هو ربما محسوب على الإسلاميين يقول نحن ضد تطبيق الشريعة في البلد الفلاني تجري فيه الحرب ومستهدف دولياً بسبب موقعه الجغرافي والسياسي نحن ضد تطبيق الشريعة انطلاقاً من الإسلام لأن الغرب الآن يستهدفون ولا يريد تطبيق الشريعة هل هذا يعني يتعارض مع ما تفضلت به من وجوب تطبيق الشريعة في كل زمان ومكان أحكام النصوص لا أنا قلت أمرين الأمر الأول يجب تطبيق الشريعة في كل زمان ومكان ما هو منصوص وصريح ولا غبار عليه أو حتى اجتهادة مجمع عليها من أهل الاجتهاد هذا يجب تطبيقه في كل زمان ومكان بغض النظر عن مختلف المؤترات والمشوشات لكن حين نصل إلى شيء سميته أو يسميه الفقهاء بالعجز ولكن العزة لا أستطيع الآن أن أحكم على الحالة الفلانية والحالة الفلانية هل هي عجز صدقا وحقا أو هي ادعاء هذا موضوع آخر كذلك فيما نحن مضطرون إليه للطرار أيضا لا أستطيع أن أدخل الآن في التطبيقات هل نحن مثلا اقترضنا الدولة اقترضت لإنقاذ ولعمل الطراري واستعجالي واقترضت مبلغا من البانك ومن كذا ومن كذا أو حتى من المواطنين وتقول هذه ضرورة وضرورة عابرة وسنعالج بها مشكلة مشاكل اضطر نحن مضطرون لهذا القرض نحن نعرف أن هذا القرض وهذه الربا حرام وكذا وكذا ولكن نحن مضطرون كما قد يقولها الفرد في نفسه أنا مضطر لإجراء عملية جراحية بعصرة آلاف دولار وليس عندي فأنا سأقترض هذه الضرورات والضرورات تبيح المحضورات ولا تحريم مع الاضطرار ولا وجوب مع العز التطبيق يصعب أن ندخل فيه من ادعى أو لم يدعي هذا يحاسب في حالته وفي بلده العلماء والمفكرون وسيحاسب عند الله لأن هذه المسألة هي مسألة الدين ونحن كما يقال عندنا في العامية المغربية لا حيلة مع الله لا حيلة مع الله حتى تكون العبارة فصيحة صحيحة لا حيلة مع الله تستطيع أن تقنعني أنا أو تخدعني بأنك مضطر وأنا لا علم للخلفيات هل هذه ضرورة حقيقية أو ليس ضرورة حقيقية أو تقول لي أنا عاجز لأن فعلا بعض الدول الإسلامية تم احتلالها قديما لا ندري هل هناك ضرورة أو ليس هناك ضرورة هذا يقدر بكل حالة السياسيون والعلماء والمتقفون يحاكمون هذه الضرورة لكن من حيث المبدأ إذا كانت ضرورة الضرورة تراعى إذا كان العز يراعى سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة الآن المسلمون في أوروبا واجباتهم أقل من المسلمين في مكة والمدينة وبغداد والرباط واجباتهم أقل ومحرماتهم أقل لأن عندهم ظروف أخرى قاهرة ملزمة قانونية عرفية جماعية سياسية تلزمهم بما لا يلزمهم في الرباط والجزائر وتونس فإذا الواجبات قد تقلوا والمحرمات كذلك قد تقلوا بسبب الضرورة والعز هذا الكلام يقودنا إلى السؤال عن طبعا والحديث عن تطبيق الشريعة في إطار الدولة في إطار السلطة دائما عن جملة الشروط والظروف الضرورية لتطبيق الشريعة يعني من ضمنها مثلا القدرة هل الشريعة تطبيقها مرتبط بالقدرة وماذا عن الشروط الأخرى لا لكن المفروض نتفاهم على معنى القدرة أما القدرة بمعناها الحقيقي في اللغة وفي الشرع فعلا شرط ضروري لا تكلف بدون قدرة هل هناك تفصيلا في هذا الأمر دكتور؟ لا التفصيل هو أن نضع أمامنا الحالات التطبيقية لكن نحن الآن نناقش من حيث المبادئ فالمبادئ القدرة على أي شيء وعلى حسن تطبيقه أيضا لا بد منها لكن لنفرض أن دولة ونحن ربما الآن حديثنا عن الدولة هو الذي يتصدر الكلام يقولون تطبيق الشريعة في هذه المسألة يحتاج إلى كذا وكذا وكذا نقول طيب نبدأ في كذا وكذا وكذا بمعنى من كان يعد لتطبيق الشريعة فهو يطبق الشريعة لكن إعداد حقيقي وليس مجرد التواء وتهرب فإذا الإعداد لتطبيق الشريعة مثلا عندنا حد السارقة مثلا حد السارقة ينبغي معالجة قضية الفقر ما أمكن والبطالة ما أمكن وأن نقيم الزكاة لأن إذا كان الزكاة معطلة لا يصعب أن تقطع يد سارق هو يستحق الزكاة في مال فلان فلان وحتى في خزينة الدولة وأنت تقطعه أعطيه أولا حقه ثم يقطعه بعد ذلك فنقول طيب قبل أن نطبق حد السارقة نقيم الزكاة وقبل كذا نفعل كذا إذا كنا فعلا صادقين ونحضر هذه السروط وبجدية لا علينا إذا مضينا في تحضيرنا واستعداداتنا وتدرجنا سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات على هذا الأساس لكن الذي نتحدث عنه ولا يقبله أحد بحال من الأحوال هو أن يقال هذه الشريعة انتهى زمانها انتهت صلاحيتها وعندنا قواني متحضرة وهي كذا ونحن هذا خروج لا وجهة له ولا أساس له في الشريعة نعم في واقعين المعاصر فضيلة الدكتور ما الوصف الذي ربما ينطبق على أمة الإسلامية الآن هل يمكن القول لأن هذا الوصف ربما ترتب عليه مناهج تفكير في العالم الإسلامي هي معطلة للأحكام للشريعة أم أنها عاجزة عن تطبيق الشريعة بالجملة لا عاجزة لا الأمة ليست عاجزة وخاصة أن حتى بعض الحكام بدون شك هم لا يريدون الشريعة بأنفسهم ولكن قد لا يجاهروا بهذا فيقول عندنا إكرهات وعندنا ضغوط الدليل هو أن ما لا تطبقه أن تطبقه في دولة أخرى ولا إشكال سيحتج فلان أو المنظمة الفلانية أو كذا لا نبالي ليس هناك عجز حقيقي في كل ما تم تعطيله لكن الآن وقد مضى على هذا النوع من التعطيل والخروج عن شريعة قرن من الزمن أو قرن ونصف فعلا لا يمكن بين عاشية وضحاها أو بين ليلة وصباحها أن نعلن تطبيق الشريعة بالكامل لا بد كما تدرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد نحن أن نتدرج لكن تدرج جدي وليس مجرد التواء وتهرب فما يحتاج إلى إعداد نحتاج الآن إلى إعداد قوانين مفصلة وحتى مثلا القضاة قضاتنا اليوم ليسوا مؤهلين لتطبيق الشريعة وكثير من القائمين على البنوك ليسوا مؤهلين لا بتقافتهم ولا حتى بعقليتهم الآن في بعض الحالات الموظفون المصرفيون والمسؤولون المصرفيون يقاومون إدخال المعاملات بالطريقة الإسلامية لأنه شيء لم يألفوه ولس في ثقافتهم ولا ربما حتى في عقيدتهم عقيدتهم أنه هذا أمر متجاوز إلى آخره فإذا نحتاج إلى تحضير ثقافي إلى تحضير قانوني إلى تحضير للأشخاص الذين سيقومون هذه إذا كانت تنضي على قدم وساق وبجدية وصدق هي جزء من تطبيق الشريعة فمن دخل في هذه المرحلة فقد دخل في تطبيق الشريعة أتم الله عليه تطبيق الشريعة هو غاية في حد ذاته أم وسيلة لشيء أكبر من ذلك؟ لا والسؤال ربما يجب أن يكون ليس أطبيق الشريعة أهل هو هدف الشريعة نفسها أهل هي هدف في ذاته لا الشريعة كما يجمع العلماء الشريعة جاءت كما يقول نأخذ عبارة ابن القيم رحمه الله الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها إذن الشريعة جاءت بالحكمة والمصلحة والعدل والرحمة هذا الذي جاءت لأجله الشريعة وهي متضمنة هذه الأمور بالكامل ولذلك أيضا يضيف يقول كل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الحكمة إلى العبت ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة فلذلك حين نجد من يزعمون تطبيق الشريعة وهم قسات جفات غلاظ على عباد الله هذه الشريعة هذا إفساد للشريعة وهذا جيد هذا يوصلني إلى أن أقول ولا بد أن نقول كما عندنا تعطيل الشريعة عندنا تشويه الشريعة وإفساد الشريعة فهذا أيضا يجبه تصحيحه ويجبه إعادة الأمور إلى نصابه وأنا شخصيا وعلى مسؤوليتي الخاصة أعتبر أن تشويه الشريعة أسوأ من تعطيل الشريعة تشويه الشريعة لماذا دكتور؟ نعم لأن الذي يعطل الشريعة هذا على مسؤوليته أما الذي يشويهها هذا يفسد الشريعة وينفر الناس منها ويجعل الناس يكفرون بها ويكرهونها ونحن نعرف كان هذا ومازال موجودا أن شبابنا أحيانا يلحدون ويكرهون الشريعة وعلماءها بسبب التطبيق المشوه والتطبيق المفسد والتطبيق السيء فالذي يعطل الشريعة لا يدفع الناس إلى الكفر بالعكس عدد من البلدان لأنهم عطلوا الشريعة الشباب كان عنده رد فعل وقام يتمسك بدينه ويدعو إلى تطبيق الشريعة الذين يفسدون الشريعة يجعلون الناس والناس لا يفهمون كثيرا يظنون أن هذه الشريعة وأن هذا الظلم من الشريعة وأن هذا الفساد من الشريعة وأن هذا البغي من الشريعة وأن هذا التسلط على الأموال والرقاب من الشريعة فهذا يسيء إلى الشريعة وينفر الناس من الشريعة فهو في حقيقة نوع من التعطيل المشوه والتعطيل الآخر ليس مشوهة تعطيل وكفر فلذلك تشويه الشريعة هو تعطيل شريعة وزيادة فيجب أن ننتبه إليه إذن حتى على المستوى المسلمين على صعيد المسلمين الأفراد عندما يطبقون الشريعة سواء كان في بيتهم أو في معاملاتهم مع الناس ينبغي أن يتحلوا بفقه هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة لا لتطبيق الشريعة لذاتها يعني بدون شكل أمور بمقاصدها هذه قاعدة كبرى عندها بل هي أولى القواعد القواعد الفقهية الكبرى أولها وحتى في مدونة أو في مجلة الأحكام العدلية المعروفة أول قاعدة الأمور بمقاصدها والإنسان إذا لم يعرف المقاصد ربما حتى هو حتى على الصعيد الفرضي أحياناً نشوه الدين كثير من الآباء كرهوا أبناءهم في التدين لأن الإبن يرى آباه بقسوة وغلدة وظلم لأمه وكذب وإلى آخرين فيكره الدين هكذا يفعل أيضاً الحاكم يكره الناس في دينهم فكذلك على المستوى الفرضي الإنسان قد يؤدي بتصرفه أولاً إلى إفساد تدينه فيكون عمله خارجاً عما أراده الله تعالى إمام الشاطبي يقول قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمال موافقاً لقصده في تشريع هذا قصد الشارع أن يكون المكلف في عمله يقصد ما قصده الشارع ويحقق ما قصده الشارع موافقة نعم من هنا نشأة الموافقة بين قصد العمال ويحقق حتى اسم الموافقات حتى اسم الموافقات نعم يعني لدينا محور يعني سنكمل حديثنا بعد الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم والحديث دائماً مع الدكتور أحمد الرئيسوني الدكتور بعد العهد بين المسلمين وبين الشريعة من حيث كونها إطاراً نظماً للمجتمع والدولة ولحياة هؤلاء المسلمين وبالتالي نشأ من ذلك جهل بمقاصد الشريعة وبحقيقة الشريعة وهو ما اسماه يعني الشيخ محمد قطب رحمه الله عندما قال فساد التصور أخطر ما أصاب الأمة المسلمية في العصور الأخير السؤال هو هذا أدى إلى ظهور أراء تقول بأن لا ينبغي أو ليس ملائماً الآن تطبيق الشريعة من حيث الزمان ومن حيث المكان حتى تنضج المجتمعات الإسلامية عقدياً فكرياً فقهياً حضارياً ما صوابيت هذا الكلام دكتور؟ هذا للأسف نظري يعني إرجاء تطبيق الشريعة إلى أجل غير مسمى وربما إلى يوم القيامة يوم القيامة ستطبق شريعة القيامة وشريعة الآخرة لا وهذا أيضاً ينبني على مفهوم آخر يجيب تصحيحه هو قد حاولت تصحيحه فيه لكن ليس هذا الكلام مقاصدياً معذرة ليس هذا الكلام يصب في روح مقاصد الشريعة في النهاية؟ أنا أود تفضل تفضل لأن هذا ينبني على أساس يعني أولاً أن الشريعة كلها قد خرجت من الساحة وهذا غير صحيح الشيء الثاني يتصور هذا أن الشريعة هي ما ستقوم به الدولة وهذا غير صحيح ما ستقوم به الدولة جزء من الشريعة جزء هو يعني جزء قليل من الشريعة والباقي استطيع الناس أن يطبقوا والدعاة والمصلحون الاجتماعيون والرواض العمل المدني والوعاد والخطباء والدعاة في المساجد أن يدفع الناس إلى تطبيق الشريعة وتحسين تطبيقهم للشريعة فهل هذا سنوقفه؟ إذا الحديث هنا عن تطبيق الدولة للشريعة هذا واحد ولكن هذا أيضاً ليس كله يتوقف على هذا الاستعداد الذي لا ندري ما نهايته ومتى سيكون الأمور مختلفة نأخذ واحدة واحدة نأخذ الأمور واحدة واحدة من الذي يحتاج إلى شروق وشروق حقيقية لنجاحه ومن الذي لا يحتاج إلى هذه الشروق ما استطيع تطبيقه من اليوم علماً علماً بأنه المجتمعات الإسلامية بما في ذلك غير المتدينين يتوقون ويتشوفون إلى أن تطبق الأحكام الشرعية وأنا أذكر لكم شيء أنه عشناه ورأيناه يعني في بعض الحملات الانتخابية كان بعض الناس المدمنين على الخمر يأتون إلى المرشحين الإسلاميين ويقولون متى ستزيلون عنا هذه المصيبة هذا المدمن الخمر واللي حياته كلها خمر هو أول من يطالب بمنع الخمر وباتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك هناك ناس غارقوا في المعاملات الربوية وأفلست مشاريعهم بالربويات ويتوقون إلى عمل هؤلاء أول من يطالب بإحلال المعاملات اللاربوية المعاملات الإنسانية المعاملات الإسلامية فائداً الناس حتى لو بدوا لنا أحياناً غارقين في بعض المعاصي والانحرافات والاقتلالات هؤلاء الغارقون هم أكثر الناس تطلعاً وتشوفاً ورغبة في استقبال تطبيق الشريعة في هذه الجوانب وإلا في الشريعة مطبقة في الجوانب الأخرى دكتور أحمد إذا استناداً إلى مبدأ المقاصد مقاصد الشريعة هل عملياً يمكن تطبيق الشريعة على مجتمع فيه أفراد فسدت تصوراتهم الإسلامية يعني مثلاً كثير من المجتمعات هذا واقع متحقق يعني يسمون الرشوة تمشيت أمور يسمون الكذب فهلوية يعني فسدت تصوراتهم ومفاهيمهم وتغلبت في كثير من الأحيان العادات والأعراف الاجتماعية على الأحكام الشرعية عملياً يمكن تطبيق هذا الأمر تطبيق الشريعة في هكذا المجتمعات لا هو من الأمور المعروفة حتى على صعيد القوانين وعلى صعيد الشريع أن القوانين تتأثر بالعادات ولكن العادات أيضاً تتأثر بالقوانين فالدولة حين تفرض قانوناً قد يكون على خلاف العادات حتى قانون بغض نظر عن شريعة أو ليس شريعة لكن القانون يخلق عادات ويخلق نمطاً سلوكياً معيناً ويخلق أدباً في المجتمع القانون حينما يعاقب على أمور مثلاً تتعلق بحفظ البيئة الناس لا يبالون بالبيئة هذا شيء معروف لا بحدائق ولا بأشجار ولا بطرق ولا بنظافة لكن حين يأتي القانون ويفرض العقوبات الناس يعني تتأثر سلوكاتهم لأنه يعرف العقاب ولكن بعد أيام أو كذا سينسى العقاب ويصبح هذا سلوك تيادي له فإذا القوانين سواء كانت شرعية أو غير شرعية هي نفسها تصنع العادات وتصنع المجتمع هناك تفاعل فإذا المهم عندنا هو ما نريده لأننا نحن بصدد دين هذا دين يتعلق بالآخرة قبل أن يتعلق بالدنيا لا نريد أن نقيم الشريعة على ناس وهم لها كارهون هذا لم نفعل شيئاً لأن في النهاية سيذهبون إلى غضب الله فنريد إذا كان في المجتمع فئة عريضة أصبحت لا تفهموا الشريعة يجب أن يفهموا الشريعة إذا كانت أصبحت كافرة بالشريعة نجاحدة لها ورافضة لها يجب أن يبين لهم فإذا بقيت قلة قليلة دائماً الأحكام تقام بحسب رغبة الأكثرية سواء كانت قوانين سرعية أو غيرها فإذا الشريعة مدام في المجتمع أغلبية كبيرة تتطلع إلى هذه الشريعة وترغب فيها وتطلبها ومدامت هناك في أخرى مستعدة في ظرف أسابيع من الحملات للتوعية والبيان ترجع وتعي نفعل هذا إذا بقي الطائفة خمسة أو واحد أو ثلاثة بالمئة لا هذا لا يوقف الأحكام في أي بلد وأي نوع من القوانين كانت فإذا تحضير التقافي للناس وترغيبهم وتحفيزهم لكي يكونوا أنصاراً إذا لم يكونوا وإلا فالأصل أن المسلمون أنصار لهذه الشريعة وهذا هو الواقع فإذا أعددنا شيئاً من هذا القبيل ولكن هذا يتم في أسابيع ويتم في شهور وليس إلى أجل غير مسمى نعم أسوق لك رواية كثير من المفكرين العلمانيين يقولون أن الواقع الراهن المعاصر فيه من التعقيدات الكثيرة والحداثة وبالتالي هذا ما يجعل نصوص الشريعة يعني مثالية أكثر من اللازم وغير قابلة للتطبيق على الأقل في ظروف الحداثية المعاصرة الآن لا على كل حال هذه دعوة وقد يذهبون أبعد من هذا وقد قرأت هذا كثيراً يقولون الشريعة لم تطبق إلا في غضون 30 سنة أو 40 سنة يعني بمعنى في العهد النبوي والعهد الراشدي وتوقف تطبيق الشريعة وهذا هؤلاء يقولون كلاماً لطيفاً ومؤدباً فيقولون هذه الشريعة لسموها ومثاليتها لم تصلح للتطبيق إلا في سنوات قليلة وبعد ذلك المجتمع تمرد وترك وانطلق في ما يريده لا هذا غلط ظلت الشريعة مطبقة في المجتمعات وفي القضاء وفي الإفتاء إذا كان الخليفة الفلاني خالف في كذا أو كذا في الأموال أو ظلم أو كذا هذا لا يمتل إلا جزءاً ضئيلاً فالشريعة بقيت مطبقة ومقبولة وواقعية بالإضافة إلى ما ذكرته الشريعة تضع أعذار العباد الأعذار الحقيقية موضع التقدير وموضع الاعتبار فإذا نحن لا نقول بشيء يؤدي إلى فساد لأن أحياناً تطبيق حكم شرعي قد يؤدي إلى فساد من حيث لم يقصد به أنا أعطي مثال أن عمر رضي الله عنه نفى شخصاً كان قد زنى وهو غير محصن فجلده ونفاه غربه التغريبة عندنا في الفقه فبلغه أن هذا الشاب التحق بالروم وتنصر فقال والله لا أنفي أحداً بعد اليوم فإذا كان عندنا مثل هذا الظرف نراعيه إذا كان هناك أي عجز ذكرنا العجز إذا كان هناك ضرورات تراعى الضرورات يعني سأطالت أو قصرت فإذا الشريعة الإسميتالية بهذا الشكل السلبي الذي قد تصور به لا الشريعة واقعية وهناك شيء آخر أيضاً ذكره وتحدث عنه المفكر المغربي الحداتي الدكتور محمد عبد الجابري ولكن الرجل نزيف ويقول بحق الشريعة التطبيق الكامل مئة بالمئة هذا تقريباً لم يحصل لأنه في زمن الرسول كانت متدرجة شيئاً في شيئاً تنزل وبعد حياة الرسول بدأ النقص المشار إليه حتى في القرآن الكريم فلكن لو طبقنا الشريعة بنسبة كبيرة وعالية وبقية اختلالات هذه اختلالات طبيعية إذا كانت قليلة وعرضية وغير مقصودة ونحن بدورنا ينبغي أن نطبق أوامر المخرج وانتهى الوقت ضرورة نعم شكراً جزيلاً لك دكتور أحمد في ختمة للحلقة لا يساعني لأن أشكر الدكتور أحمد الرئيسوني أستاذ أصود الفقه ومقاصد الشريعة ورئيس مركز المقاصد للبحوث والدراسات كل الشكر لكم على كرم المتابعة في حراسة الله شكراً لكم علىكم شكرا للمشاهدة